طر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه حيتم عقد مؤتمر صحفي في مطلع الأسبوع المقبل تنفيذا للتكليفات الرئاسية بشأن إعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والسفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أوضح أن الخطة بتشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي بجانب التكليفات الأخرى للحكومة جاء ذلك خلال لقاء الدكتور ريمدبولي مع الدكتورة هلاء السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن جذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتواصل تدريب لطلاب الثانوي العام على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية وبتعقد النهاردة تدريب لطلاب الصف الثاني الثانوي ده في مادة الرياضيات لتأكد من الإمكانات التكنولوجية بالمدارس والمقرر عقد الامتحانات بها ترجمة نانسي قنقر